السلام عليكم أخواني المشاهدين أتمنى أن تكونوا بخير في صحة جيدة ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الطائر من خلال ما قرأت من العنوان هل يتسييف مرض أو حالة ضرفية تأتي إلى الطائر فقد قرأت العديد من التدوينات وهناك الكثير من الإخوان المخطئين فهناك بعض الأشخاص الذين يقولون أن هذا التسييف هو مرض يصيب الطائر ويعطون بعض من الأدوية لعلاجه فهذا خطأ يجهله البعض فالتسييف ليس مرض بل هو حالة تعقب المرض ومثلا إن كان الطائر مريض بالكوكسيديا أو الميجاباكتيريوس أو مرض الكابيت وتطور هذا المرض فسوف الطائر يتدرر وسوف تنقص شهيته في الأكل وبالتالي يصب بالتسييف وأيضا إن كان الطائر مريض بأدود وأمعاؤه تحتوي على أدود فرغم أننا نشاهد أن الطائر يأكل ويتناول جيدا إلا أنه لا يستفيد من جميع الطعام التي نقدمه له لأن الدود يأكل أغلب طعامه وبالتالي يؤدي هذا إلى تسييف هناك عوامل أخرى مثل الفاش فالفاش كما نعلم أنه يتغدى على دم الطائر وبالتالي يؤدي هذا إلى تسييف هناك أيضا حالة عدم النظافة إذا كانت المشربية متأسخة ولنغير الماء كل يوم وأيضا إن كان الطائر يأكل من أرضية القفص كل هذه العوامل تؤدي إلى التسييف بالنسبة للحل هناك أيضا عامل آخر نسيت أن أذكره وهو التغيير المفاجئ للطعام إذا أردنا أن نستبدل الحبوب التي أكل الطائر بحبوب أخرى نريد أن نقدمه له فربما لا يقبل الطائر تلك الحبوب وبالتالي لن أكل منها ويؤدي ذلك إلى تسييف في حالة الطائر إذا ما أصيب بالتسييف نقدم له الربع بيضة مسلقة كل يوم ليمدة أسبوع وكذلك نقدم له الحبوب التي يحبها والتي يفضلها ويأكلها كثيرا وفي الأخير أعزي المشاهدة أتمنى أن تكون قد سفت من هذه الحلقة وإن كان لديك أي استفسار أو إفادة فاتركوا في التعريق لكي يستفيد ويستفيد الجميع إن شاء الله ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أجابكم فيديو والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر